السلام عليكم ومرحبا بكم فيديو جديد مع مطبخ وصفاتي اليوم إن شاء الله سنحضر معكم ألد وأسرع وصفة لشرب الشاي أو القهوة تتحضر بسرعة يعني في وقت وجيز أنتما غير كالطيب والبريرة التي وانتما كتحضروها أو صراحة يا أحبائي من أبسط وأسهل وصفات اللي يمكن لكم تحضرهم كالفطور ديال الصباح أو القوتي كتجي الشيشة ورتبان وكتدوب دوابان كنوا أكيدين إلا جربتها بطريقة هذي ستبقى إن شاء الله دائما تحضروها وكما تعودنا منسوش صلاة والسلام على رسول الله اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وضبخ لكم على المقادر وكافية تحضر بسم الله على بركة الله بالنسبة للوصفة اليوم في المكونات دياله بساطين واقتصاديين أول حاجة غنحتاجه إن شاء الله واحد الحبة ديال بايض من الأفضل تكون درج حرارة ديال المطبخ وكاسقال ربعة ديال السكر اللي هي تقريبا 112 جرام حاولوها هكيا السكر تديرو دك نوعية لك تكون رقيقة يعني ما تكونش هكيا غليظة بساف باش تدوب معكم بسرعة واحد القبيصة صغيرة ديال الملح وكنطربوا هذي المكونات مزيان مع بعضهم بحيث هكيا دك الحفيفة ديال السكر كيدوبوا معنا وكذلك الخليط ديال البيض كيوليها كي بحلي أبيض بحالات شكل المهم را الضغية كيتخلط يمكن لكم ديروها كترب اليداوية ولا ديروها كياشي فرشيطة يعني شي شوكة واتربوا المكونات بحالات شكل كذلك هنضيف عليهم نصف كس ديال زيت نباتي اللي هي 75 مليلترا بالنسبة للزيت فأنا كنضيفه كي بتدريج بصراحة كيسهل عين الخدمة يعني الضغية كيتدمج المهم يفضل هكيا المكونات من يتبغيوا تضيفوهم ما تضيفوهم بش دفعة واحدة يعني كتضيفوهم بالتدريج وانتم كتخدموا في الخالد ديالكم باشا كان الخالد ديالكم كيتخدم معكم هنا هي كنخدمو الزيت مع باقي المكونات بحالات الشكل وغنضيف واحد العلبة ديال الياغورت ولا الزبادي بالنكهة ديال فاني قياس ديال العلبة مية وعشرة جرام انا استخدم دك النوعية اللي كتكون عقدة بحالة تشكل هدا يا وغنضيف جوج ديال الملاعق كبار ديال المربة ديالي ميش ميش يفضل ديالو داك النوعية اللي كتكون خفيفة وفي نفس الوقت كتكون فيها كواحد الحموضة وصراحة كتجي بنينة بزيف كتخليكي الوصفة ديالكم يجي فيها واحد المداق اللي مميز وكنطربوهم مع بعضهم المهم كنديرو داك النوعية ديال الحلوية اللي كتكون خفيفة كما اذكرت لكم يعني ماشي اللي قصحة وكن بدأوا نضيفو ان شاء الله في الدقيقة هنا اللي لاحظتوا معي ضفت الكاس اللي اول وطربتهم زيان مع المكونات وانضيفو واحد الكيس ديال الفاني اللي لتنكيه لاننا استخدمنا الياغورت ديال الفاني كنزيدو نعزو انك هذه الفاني والنكهات كي يبقوا على حساب الدوق ديالكم كذلك غنضيفو واحد ملعقة صغيرة قال ارباع ديال الخاميرات الحلويات يعني تقريبا كنضيفوها كي واحد نصف الكيس ما كان كتروش الخاميرا لاحظوا معي ملعقة صغيرة قال ارباع وغنكمل بالاضافة ديال الدقيق وكنعجنو العجين ديالنا باليد يعني نغرب الاطراف ديال الاصابع وحنا كنضيفو في الكمية المتبقية ديال الدقيق المهم بالنسبة للدقيق غنحتاجو ان شاء الله اربعة ديال الكووس ونصف اللي هي تقريبا واحد لاربعمائة وخمسين جرام كما كان ذكر لكم يمكن لكم دقيق ديالكم توزنوه كما يمكن لكم تغرب له الكووس تعمرهم غرب من العاقة المهم انا يا احبائي كنقربكم هكيم الخليط القاوة ان شاء الله غتشوفوه في الاخر لانا كيكون هكيا الاختلاف اما في النعوية ديال البيض يعني كين البيضاء اللي كتكون كبيرة ولا صغيرة وكذلك الامتصاص ديال الدقيق يعني كين دقيق اللي كيتشربو كين الله انتو ما ضيفو الدقيق غير شوية بشوية وانتو ما كتعجنو في الخليط ديالكم اللي كتدورو هكيا بالاطراف ديال الاصابع يعني حولوها كين مد الكوش للجينة ديالكم حتى كتحصلوها كي على واحدة الاجينة اللي كتكون رطيطبا لاحظوا معي هنا يكن قصف في اليد ديالي بحالي شكل هدية اللي كيكون نشف بانتلي ما زالة كتلتسق غان زيدا شوية ديال دقيق المهم هكيا باش كترقبوا الاجينة ديالكم منيه كتبقى كما تلتسقش في اليد اللي كيكون انضيف معنية هدك هو القوان المطلوب امن منسبة اليد اللي كان عجنوبه ارا لجينة فيها البيض يعني غايتبقى تلسق حتى الاخر وغايتقصحوها شح ما قصحتوها غايتبقى تلسق المهم هنا يا كنضغط عليك كي بالاصبع ديالي كتبلي عجينة رطيطبا وما تلتسقش بالنسبة الكمية ديال الدقيق لكس الاخراني بقالي منو نص كس دبا ان شاء الله غانجمع العجينة ديالنا كنحاولها كينحيد الكمية اللي كتكون في اليدين ديالنا بصراحة كتكون تقريبا نصف الكمية لان العجينة ديال البيض كتلتسق وكنجمع العجينة ديالنا وهنايا كنوريكم القوام ديالها المرة التانية العجينة كتكون رطيطبا ورخوا بحالي شكل هنا العجينة ديالي فانا غانقسمها على جوج الى بنتلكم اكي العجينة كتلتسق يمكن لكم الدهن وكالية ديالكم وكذلك السطح ديال العمل بوح شوية ديال زيت نباتي هنا كنجيب واحد القطعة ديال بلاستيك اللي غانسرحوا عليها العجينة بصراحة كتساعد وكنسرحوا العجين ديالنا بحالي شكل يمكن لكم اكيات اثنى والاطراف ديال بلاستيك وتسرحوا العجينة كتحصلوا كعلى واحد القطعة اللي كتكون مساوية ومربعة بحالي شكل وهذا هو السمك دياله كنور لكم حالي شكل هدايا. في هاد المرحلة هادية غا نحتاجه لهاد القالب لي كيكون اكيا بيضاوي بحالي شكل هدايا. يفضل ديرو شي نوع لي كيكون كبير شي شوية. مصرحة فان هادا جاني صغير. وما كانش عادي هاد النوع هدايا وضغط غير على القالب لي كيكون ضاير. واستخرجت منو هاد القالب هدايا. المهم انتم يمكن لكم تشكلو العجينة دي لكم باش ما حبيتو. ولكن مصرحة بالنسبة لها شكيل هادا كي يجيزوين. كما اذكرت لكم الى ما كاش عنكم القالب يعني بيضاوي. يمكن لكم غير القالب دائري. تضغطوا عليه. يعني كتشكلوها كي تشكل بسرعة لان القز دير دياله كيكون هاكا يرتب. المهم يا احبائي فانا عزيز عليا الاختراعات. اهنا يا العجينة ديالناه كنوريكم السمك دياله للمرة التانية حولوها كي ما تغلضوهاش. وكدلوها على القطعة ديال بلاستيك لانها كتكون عجينة طباة ورخوة باش ما تتساقش معاكم في سطح ديال العمالة. وهكا كنشكلو الجينة اللي عندنا كاملة. وعاد كنبدو في الطياب دائما الجينة خليوها مغطية بشي قطعة ديال بلاستيك باش ما تنشفش معاكم. هنا في مقلة ديال الزيت كنديرو اكي يسخون على شو علي اللي كتكون مهيلة وكنطيبوه على شو علي اللي كتكون غادة المتوسطة يعني مهي مهيلة مهيم توسطة. يلي جاتكم اكي شو علي ديالكم انتون كتطيبو يعني كتخطف لكم الحلوة ديالكم حاولوها كي تنقصو لها. ما تنقصوش لشو علا بزاف باشا كي الحلوة ديالكم ما تشرب لكمش الزيت وفي نفس الوقت يعني ما تدروهاش مش جهدة باش ما تخطفش معاكم. وكي نحاولوها كيا نقلبوها عدة مرات وحنا كنطيبوها حتى كتتحمار وكتاخد بناكي واحد اللي كيكون مذهب بحلية شكل هدايا. المهم انا في الاخر ديرتها في المقلة اللي كيكون كبير باش كنطيب الكمية ديالي الضغية غير هي حولوها كيا والزيت يكون كتير في المقلة يعني ما يكون شكية بحل اللي كتقليو السردين. وكتطيبو الحلوة ديالكم كديروها كي على شيش بيكا. بصراحة كتجي مميزة واهم حاجة استريعة في تحضر دياله والمكونات دياله بساطن. وصدقوني كتجي قم ما في الروعة. المدق ديالك يجي مميز كنو اكيدين اللي احضرتوه بعض طريقة هادي يعني قد بقى اكيد دائما تحضروا هكيف الشياء. اكيد المعكويس دياله تاي ولا تفطروا بها في الصباح يعني الضغية كتتحضر. ومبعد ما كان طيب الكمية اللي عندنا في الزيان غان نحتاجوها كالوح شوية ديال مربع ولا الكوفيتر ديال المشمش. وكذلك عندي هنا واحد شوية ديال الكوكا ولا الفل السوداني مهرمش. وكان زينوها بحلية اشكال هدايا المهم بالنسبة لتزين كيبقى على حسب الدوق ديالكم يمكن لكم اكيد ديرو الكوك اللي هو جاوز الهند كما حبيتو. وهدا هو الشكل دياله بصراحة كتجي قمة في الروعة. هنا كما عودكم غان نحل معكم كتجي فتية ورطبة وشيشة وكدو بدوا وبان وكتجي كيم جعبة. لاحظوا معي التجعوبة دياله خفافين. هدا كيعني بنيه شيشة ورطبة. لاحظوا معي هنا يكان نقصمة معكم ولكن قطعها عن قرب. يمكن لكم ديروه مرقاق ولا ديروه مغلاض. هاد الحبة هادو درت مرقاق شي شوية يعني كيبقى على حسب الدوق ديالكم. وهدي احبا ايد كل الوصفة اللي حضرت معاكم ليوم حلوة لشرب الشاي ولا القهوة بطريقة اللي سهلة وسريعة واهم حاجة المكونات دياله بساطين واقتصاديا. الى حضرتوها تكلوها انتم موليداتكم صحة والرحي لكتو تشاهدوني حتى الها دقيقة شكرا بزافة لمن تبعا ديالكم. باش توصلوا ان شاء الله بكل جديدين. اتلقى ان شاء الله فيديو اخر مع سلامة. اشتركوا في القناة